أنا بصراحة يعني ما عرفش مباقي يعني أنا أنا ما عرفش كتير عن موضوع صديق الخيالي فعايزة حضرتك تعليمين عنه أكتر تكلمين إيه اللي بيحصل الطفل بيحس بإيه هل ده دراسات فعلا لأن ساعات كلنا ساعات حد مننا يعود يقول مثلا ده ده بشايف حاجة احنا مشانفينها هي احنا دايما مشكلتنا بصي يعني أنا أحييكي جدا لأن انت عندك ثقافة عالية قوي إنك قلتي أنا ما عرفش المفروض أعمل إيه يعني ده قمة الثقافة على فكرة إن الواحد لما يكون مش عارف حاجة مش عايب إنه هو يقول ويدور ويفهم لأنه طبيعي إن إحنا مش سوبرهير وإنفرميشن يعني في كل المعلومات اللي موجودة في الدنيا ده طبيعي لكن اللي بنقابله من المأسويات دايما مع البيرنس هي فكرة إن إيه علم إيه وتربية إيه وصحة نفسية إيه أنا بربي زي ما تربيت أهلينا ما كانوش يعرفوا الكلام ده فإحنا كمان إيه المشكلة ما إحنا كمان بالفطرة بنعرف الكلام فده طبعا تفكير خاطئ جدا لذلك أنا بقى أحييكي على كلمة ما أعرفش وبدور دي بصراحة يعني أرفع لك القبعة المشكلة عندنا هنا زي ما حكما بتقولي كده اللي هو الواحد ممكن يلاقي حاجة زي دي فيقولك بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لنا اللي مش معروف أو الكائن المجهول أو الامجانيشن الزيادة اللي لازم دي بتعبر عن جن وعفريت وكلام زي كده يا إما اللي يعني بيحاول يتحضر شوية فبيقولك إيه لا ده ممكن الولد يكون عنده هلاوس أنا سمعت إن في حاجة أسماء هلاوس فهو في الحالتين الموضوع غلط على فكرة تماما خليني أطامن حضرتك الأول وأقولك إن ده حل إيجابي جداً جداً للطفل الزكي يعني أنت الحمد لله بطمينها كهو يعني شكرك شكراً جزيلاً للطفل الزكي إنه هو يلاقي كنت أطاقك ده أنا أحبش أتكلم على درس أنا أحبش أعرف كلمة نفسك كتير شكرك شكراً جزيلاً إن ده حل إيجابي جداً جداً للطفل السمارت فعلاً اللي بيقدر إنه هو يلاقي حلول بديلة لمشكلة هو مش عارف يلاقي لها حل نتكلم الأول على السبلاي بتاعت المشكلة أو منبع المشكلة بتيجي من حاجتين لو هي مشكلة نفسية بتيجي نتيجة الطراب صدمة مشكلة ما أو الطبيعي إن بيكون الطفل محدش بيحكيه يا إما هو طفل وحيد أو أول طفل في العيلة مثلاً فبالتالي بيحتاج دايماً مشاركة لحد قريب منه أو حاسس إنه هو حد جينيس على المجموعة اللي حواليه هو إحساسه مش كده بس هي الحقيقة بتقول كده إنه هو تفكيره أعلى شوية فبالتالي بيبقى محتاج حد يوازي تفكيره أو التفكيره أقل شوية وبيعيل شوية في التصرفات فاللي حواليه مش مواكبني في الحدث بتاع المحاكاة ده فبالتالي بعمل لنفسي شخصية زي دي ففي كلا الأحوال هم يعني ده زكاء من الطفل بيقدر إنه هو يتعامل بي وما يقلقنيش خالص خالص طالما في حدود معينة طيب بسانت قالت حاجة مهمة قالت إن هي بتقلق أو ممكن تقلق من الموضوع دي لا أعيط مش أعلي ممكن أعيط أعلمها سلام نفسي مش طبيعي أمتى بقى ممكن نعيط ممكن نخاف زي ما بسانت كده بتقول يعني إمتى لو وصل لإيه من التعامل مع هذا الطفل أو الشخص التخيولي نقول له والله هنا بقى ممكن نحن نبدأ نشوف أحد نفسي يتعامل مع الموضوع ترجمة نانسي قنقر